بنت الكرامة في الأخلاق عنوان قد سانها الطهر والآتاب عقيان ترنو بفخر إلى أمجاد أمتها يزهو بمفرقها عز وإيمان يزهو بمفرقها عز وإيمان والحقيقة أن هذا المقصد الشرعي وهو كون الحياة الزوجية سكن للزوج والزوجة لا يرعيه كثير من الأزواج فصبر الرجل على مرأته وصبرها عليه يعين على تحقيق ذلك المقصد وإحسان الرجل إليها وإحسانها إليه يعين على تحقيقه بعدها عن أذية زوجها وإزعاجه يعين على تحقيقه ولذلك فإن الرجل إذا ظن أن قسوته على زوجته أو تسفيهها أو استغلال قوته في مقابل ضعفها بظلمها أو مضرتها بأي موقف إذا ظن أن ذلك من علامات الرجول فهو ضال جاهل وهو آثم بذلك السلوك ومخالف للمقصد الشرعي من الزواج وهو كون الحياة الزوجية مودة وسكنا لا اضطرابا وصراعا ومصادمة ولذلك فإن فتح موضوع الخلاف الفقهي حول وجوب خدمة المرأة زوجها من عدمه ولسنا اليوم في صدد بيان القول الراجح في هذه المسألة الخلافية ولكن أقول إن فتح موضوع الخلاف الفقهي حول وجوب خدمة المرأة زوجها من عدمه إيجابي وسلبي في أن واحد تسألون كيف يكون فتح الموضوع إيجابيا وسلبيا في أن واحد أقول هو إيجابي من حيث صرف اعتقاد كثير من الرجال وجوب خدمة زوجاتهم لهم مجوبا قطعيا مجمعا عليه هو ليس كذلك بل هو عند طائفة من العلماء من باب حسن العشرة وجميل الأخلاق فقط وبالتالي إذا جاهل بعض الرجال هذا الرأي وظنوا أن خدمتها في البيت واجب عليها بلا خلاف قد لا يقدرون تلك الخدمة في زوجاتهم لأن خدمتهم لهم في ظنهم واجب عليهن شرعا يأثمنا على تركه بلا خلاف فإذا أجهدت الزوجة نفسها في ترتيب البيت وتنظيف ملابسه وتحضير الطعام لم يشكر لها ذلك الجهد ولم يخطر شكره لها ببال أصلا لأنه يظن أنها ملزمة بذلك شرعا لكن إذا علم الرجل أن المسألة خلافية وأنه لا يجب عليها خدمته عند بعض العلماء قدر لزوجته خدمتها له وأشفق عليها بل وعانها على ذلك الجهد المنزل أحيانا كما كان يصنع أشرف البشر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مع أهله في منزله وقد حدثت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما إن بعض المواقف الخاطئة التي ربما اعتاد عليها بعض الرجال ستزول أو تخف فإذا لم تحسن مثلا طبخ الطعام يوما ما لم يعنفها ولم يغضب عليها ولم يخرج من البيت أيضا منزعجا وإذا لم تكمل كي ملابسه مرة مثلا لم يدعو بالويل والثبور ولم يهددها بالطلاق هذا هو الجانب الإيجابي في معرفة الحكم أنه قد يكون سببا في منع تصرفات حمقاء لدى بعض الرجال أو سببا في تحفيز أخلاق فاضلة في الرجل أما الجانب السلبي في الموضوع فإن إدراك بعض النساء لهذا الحكم ربما حملهن على الكسل أو إظهار التمرد لسيما أثناء موجة إثارة مواضيع حقوق المرأة قد يؤدي إلى إصرار بعضهن على استقدام خادمة بالرغم من ضعف دخل الرجل الشهري وكل هذه المظاهر ليست في صالح الحياة الزوجية والحقيقة أن الموضوع ينبغي أن لا ينظر إليه من هذا الجانب الضيق ونغفل الجوانب الأخرى فليست المسألة فقط مسألة حكم شرعي أو فتوى توجب خدمة الزوجة أو لا توجبها كما تحب أن تثير ذلك بعض الصحف والفضائيات وإنما المسألة أوسع وأكبر من ذلك لمن أبعد النظر وتأمل في المقاصد الشرعية من الزواج وضرورة تحقيقها فكون البيت سكنا وهو مقصد رئيس في الآية يحقق العديد من المصالح للرجل والمرأة والأولاد على حد سواء منها سعادة النفس وإقبالها على العبادة بصفاء ووجود جو صحي يعين على تربية أجيال مؤمنة صالحة مصلحة وإلا كيف يكون البيت سكنا والزوجة سكنا والنزاع بينه وبين زوجها يقوم على أتفه الأمور هل يؤدي الخصام على طبخ وتنظيف إلى المودة والهدوء والوئام أم إنه يقلب البيت جحيما لا يطاق وبصرف النظر عن القول الراجح في المسألة الخدمة فإن قبول المرأة خدمة زوجها في البيت ليس لذات الخدمة وقبولها بالطبخ ليس لذات الطبخ وإنما هو أدب إسلامي رفيع يؤدي إلى تحقيق المقصد الشرعي من الزواج وهو السكن الذي يسعد به الطرفان وهو ما يريده رب العباد ولذلك فإن للمرأة أجرا عظيما على تلك الخدمة بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الصابرة على خدمة بيتها بخير النساء فقد ذكر الحافظ بن حجر في تهذيب الطبر في قصة فاطمة لما اشتكت صعوبة العمل في بيت زوجها من طحن وسقاية وخبز قال لها صلى الله عليه وسلم اصبري يا فاطمة إن خير النساء التي نفعت أهلها ثم نصحها بالتكبير والتسبيح والتحميد وكذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده وأرعاه على زوج فهي أيضا ترعى زوجها في بيته وتصونه في ماله وعرضه صفات يجلها الإسلام ويرفع بها قدر المرأة الحاصل نعود بعد هذا الاستراد ونقول في موضوع الحجاب إنه لن تكون المرأة سكنا إلا بأن تفطر على صفات تعين على تحقيق ذلك المقصد الشرعي ومنها حب التزير فأودع الله في هذه الفطرة وسمح لها بإظهار زينتها ولكن بحدود فلا تظهر زينتها إلا لمن أحل لا أن تكون زينتها مشاعة لجميع الرجال لأن في ذلك فسادا كبيرا على المدى البعيد فغريزة الميل إلى النساء موجودة في كل رجل وإذا برز النساء بزينتهن للرجال بلا قيد كان ذلك مدعاه للفساد ولذلك قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى سبب أول فتنة حلت في بني إسرائيل فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وقال أيضا ما تركت بعد فتنة هي أضر على الرجال من النساء فللمرأة القدرة على إصلاح المجتمع ونشر التقوى فيه والعفة وفي المقابل لها القدرة على إفساده وفتنته وإشاعة الفاحشة فيه ولا شك أن الغربيين عانوا وما زالوا يعانون الويلات من أثار السفور والاختلاط حتى فقدوا السيطرة على بناتهم ونسائهم ورضوا بالواقع المرير وماتت غيرتهم وتبلدت أحاسيسهم بل واضطروا إلى تقنين الدعارة كي يخففوا من الأمراض الجنسية التي فشت في مجتمعاتهم بسبب الإنفلات وقد سبق أن ذكرنا طرفا يسيرا من تلك المعاناة فيما سبق ذكره من إحصاءات أترون الآن الحكمة حكمة الشرع البالغة في إلزام المرأة بالحجاب ولذلك كان من وسطية الإسلام وعدله مع المرأة أن يقصر زينتها على الزوج والمحارم دون غيرهم وهذا من الفضل الإلهي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمة الطاهرة العفيفة فلله الحمد والمنة أشكر لكم إنصاتكم وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة وستكون إن شاء الله بعنوان الأفضلية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنت الكرامة في الأخلاق عنوان قد سانها الطر والآتاب عقيان ترنوا بفخر إلى أمجاد أمتها يزهو بمفرقها عز وإيمان يزهو بمفرقها عز وإيمان ترجمة نانسي قنقر